السلام عليكم معكم محمود من قناة روالايف وحلقة تانية من التاريخ واللقاء التاني والوجوه المتغيرة. في اللقاء التاني النهاردة معاكم في حلقة اللقاء التاني. كنت بقول لكم في الحلقة اللي فاتت ان في حد بنته بقت اطول منه بحفظة تسعة اجزاء ولا تمن اجزاء ونص ولا حاجة كده. وعندها حماس وعندها علم وعندها ثقافة بتحب تقرأ. كنت بقول لنا ابوها مهتم بالحرب البردة والحاجات التاريخية القديمة والحرب العالمية وتفاصيل وحرب الجواسيس ويعني بعض الاتفاقيات فرساي واتفاية برلين وساكس بيكو والاتفاقية اللي عليها مشكلة كبيرة جدا في تركيا بس ما بلاش نتكلم عليها بس ما علينا. فبس فهي لها كمان عندها نفس الاتجاة. واضح ان ما تحكى لها ابوكي كزا فحبت حاجة من النقط اللي هو بيحبها وحبت تكمل فيها. فنصيحتي لك انك ازرع في في ولادك لو انت مش زرع في نفسك مش عارف تزرع في نفسك انك انت ممكن تبقى حاجة كبيرة. ازرع فيهم هما لسه قدام من مستقبل. مين عارف? يمكن انه يبقى حاجة فعلا يبقى كبيرة. آآ بالنسبة للتاريخ الامريكا. مارتن لوسر كينج مثلا. آآ حصل على وهو لسه ما كملش اربعين سنة. اتقتل قصلا قبل ما يتم الاربين سنة كان عام تسعة وتلزين سنة. فا وعمل انجاز وخد جواز وخد نوبل. وخد جواز حتى بعد ما توفى. آآ او تقتل يعني. آآ الناس الناجحة اللي زي كده كانت مستفزة لناس كتير جدا. آآ حاولوا يغتلوه اكتر مرة. تخيلوا ان في امريكا امريكا الحريات والحاجات دي في الستينيات وفي السبعينيات اللي كان بيبقى يعارض ولا يناضل لحقوق اخليات كانوا بيقولوا عليه شيوعي. ما دي كلمة دي يعني جات لنا في مصر التمانينات اي حد كان ييجي كده يقولك انت شيوعي هلا انت حبسك انت شيوعي. كانوا يلبسوا الناس تهم آآ الشيوعي اللي واحد مثلا كره واحد آآ جاره فيلبسوا تهمة ايه انه شيوعي يروح على الاسم يبلغ يقول له كان في واحد جاء جنبي شيوعي ولا مش عارفين. يعني كافر هاته. فكان آآ يعني سمعتها وحشة كلمة شيوعي وجيلنا من امريكا اصلا. فاآ وكان تيجي في الافلام حتى كنكتة. آآ فكان الشيوعيين او فيه شيوعيين او طبعا كانوا بيقيدوا الانتجاه الشيوعي والمركسي بتاع التحادس سوفيتي في امريكا. ولكن كانوا يتحبسوا على فكرة بقانون عمل لهم قانون. ايام كيندي. آآ نقب العام كان آآ او نعم كيندي على ما اتذكر آآ حكم على مارتن لوثير كينج او كان عايز يحاكمه او لبسوه ان هو طومت ان هو شيوعي. وغيرهم في ناس من معارضة اي حد كان آآ حتى بعد كده آآ يمكن ايام ليندون جونسن الموضوع خف شوية. بس فضلت ان اعرض انت شيوعي دي موجودة. اي حد بيعارض مسلا حرب فيتنام. يا اللي عارض حرب فيتنام او يقولك انا مش عايز اخدم. حبس على طول. ليه? آآ شيوعي. وبتهدد امن البلد. وحاجات كتير كده لست تهم. بس الحمد لله كانوا يعني يتحبسوا فترة ويطلعوا يعني طبيعيين مجال همش تخلف ولا حاجة. كانوا يطلعوا طبيعيين يعني يتحبسوا تلس سيني ولا اربع سيني. محمد عليك لي من الناس اللي اتحبست بسبب ان هو رفض يخدم آآ في الجيش الامريكي وقت حرف فيتنام. لان الناس كتيرة اقولك احنا مالنا ومال بيتنام. ليه نتدخل? آآ عشان تحاسو فيتي هناك مثلا يعني فكان في يعني فبغض النظر آآ انت ممكن تلاقي نفسك تهمة هبطت عليك من السماء مجرد ان مش عارف جارك ياخد حقه منك بشكل مباشر فيروح ايه? ملبسك تهمة رائجة او ماشي على طول يعني زي موضوع الشيوعي دي كترة قوي حتى في مصر بقولك مش بس في امريكا. آآ الزرجة بقولك النائب العام في امريكا قال لأ واحد معارض او لو بيقيد آآ قضايا آآ 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 أصحاب البشرة السمراء في امريكا. قالك ده شيوعي. هاتوا نحبسوا. آآ كيندي ما كانش آآ احسن حاجة قوي زي ما انت فاكرين. في ناس كتيرة غاخدها فكرة كويسة عن كيندي بس يعني لو قريب تتريح كويسة تعرف الرجل ده برق الامريكيين ازاي. وكان ازاي بالمال بيشتري حاجاته بتاعه يعني اللي حابب جوجلت. شوفها في الجوجل. آآ لندون جونسون برضو لي عشان يثبت ان اللي قبل هي وحش جي قعد مع مارتين لوتر كينج وحبيبي وبتاع ومضى الميثاق فعلا حاجة تاريخية تحسب لندون جونسون الاعتراف بالآ اصحاب البشرة السمراء ان هي بالمساواة وده حاجة طبيعية تلازم تحصل من زمان. فلازم تغرز في ولادك آآ انهم يبقوا حاجة. انهم يصدقوا آآ الواقع او يستوعبوا الواقع اللي هم عايشين فيه وان آآ الواقع اللي احنا عايشين فيه فعلا يسمح لأي حد ان هو يبقى حاجة كبيرة لو اراد ذلك واجتهد على ذلك. ممكن الامور ما تبقاش آآ احسن حاجة يعني في ناس اعرفهم كتير او يتعرضوا لاضطهاد وحبس وحاجات في حياتهم بعد كده بقى رئيس وزراء بقى وزير بقى منصب كبير في القوات المسلحة يعني يتخيل واحد يقعقب في القوات المسلحة ويتحبس في القوات المسلحة هو بيخدم جيش وبعد كده يبقى انصب كبير في القوات المسلحة بعدين اما يتعرف ان هو كان تحت اضطهاد وكذا كذا كذا. في اخر الحلقة انا هستحضر لك قصة سيدنا يوسف. تعرض للاضطهاد من وهو صغير. من وهو طفل. اخواته قالوا ايه? احنا نقتله. عشان ابونا بيحبوا اكتر مننا. اخواته. واخواته ايه? من نفس الاب اللي هو سيدنا يعقوب. النبي. ومن يعني اقول لك من الناس العالية قوي قوي. سيدنا يعقوب. اه من اول الانبياء. المهم اه اخواته قرروا يقتلوه. وبتقدير ربنا ان واحد يطلع يقول لو عايزين تقتلوه او عايزين تتخلصوا منه ان كنتم فاعلون يعني اه نرميه اه نسيبه يمكن يلتقته احد السيارة. حد كده يلتقته وياخده وهو يبعد عننا وخلاص نقول تاه. بعد كده اعملوا موضوع الذئب ويحطوه في البير والقصة دي كل واحد بيفكر وربنا يعني هم يمكرونا ويمكروا الله والله خير الماكين يعني يعودوا يلفوا يلفوا علشان يعملوا الحاجة اللي ربنا مقدرها علشان سيدنا يوسف آآ رغم التعذيب ورغم الاضطهاد ورغم الخوف والرعب اللي سببه له هو طفل من وهو طفل. واخواته. وهو ابن نبي. اراد ربنا ان هو يوصل لحتة. وبعد كده يوصل لحتة. ويباع بثمن مبخص وكانه يزاهدين فيه. واحسني مثوى. يتربى كويس. بعد كده يوصل لحد بيت العزيز. ويتظلم تاني. روضاته عن نفسها. ويتحبس. وبعد كده يا صاحبي السجن. اذكرني عند ربك. فينسى. فيتحب السنين زيادة. ظلم جديد. اتنسى في السجن. لا حد ما ييجي الساعة واللحظة اللي ربنا مقدرها. اي نعم التاني زميله في السجن نسي انساه الشيطان. ولكن ده برضو مقدر. آآ ان في في الاخر ييجي الوقت اللي الحاكم فيه عايز يفسر الرؤية. فييجي سيدنا. آآ سيدنا يوسف. عليه السلام في الوقت المناسب يستدعوه ويفتكروا زميله ويقول في على الملأة وعلى الديوان يقول لهم في حد هي انا اقدر اعرف لكو اللي هيفسر لكو الرؤية. الى اخر الحدوتة والقصة. ويجي يتظلم. وكان هيتظلم اخوه. وفي على الملأة اما اخواته جموا وعايزين يكيلوا وكده ويكسبوا ويبيعوا ويكسبوا. قالوا اصل كان لي على اخوه الصغير. اما قالوا كان ليه اخ سرق من قبل. قال يعني انتم مش نوين تحرموا. يعني فيما معناه يعني او اكيد جواه قال يعني مفيش فايدة. لحد اخر لحظة برضو ظلمني. اصل ليه اخ سرق من قبل. يعني آآ اين كانت التفاسير كل واحد يكتهد في التفسير مدام صاحب علم. في النهاية في نهاية القصة. آآ سامحهم. تشوفوا حسن الخلق العالي جدا. رغم ده كله. والاخر لحظة. آآ ويأسرها في نفسه. الكلام اللي قالوه. ومع ذلك يسامحهم. ويعفو عنهم. يقول ايه. هدعي لكو ربي يغفر. لانه عارف ان ربنا اللي بيغفر. سبحانه وتعالى يعني فعلا اختار انبياء على خلق عالي جدا. آآ ويلا ما كانش بقى نبي. بقول لكم القصة دي في اخر في اخر الفيديو ليه. عشان آآ تزرعوا ولادكو ان حسن الخلق. ان زي سيدنا يوسف تعرض لكل الظلم ده من هو صغير. وفي الاخر ربنا ملكه خزائن الارض. وخلي بقى لك هو اما سأله. العزيز عايز تبقى ايه? عايزة. قال له ملكني على خزائن الارض. ربنا بعته لهدف. وقال ما ما تكسفش ما خافش. وقال له قال انت شوفوا بتاعد. لأ. عزة نفس. عارف امته. عارف هو رسالته ايه? عشان كده لازم ولادك يبقوا عارفين رسالتهم ايه? الحكاية خلصت. ونشوفكم على خير في حفز الله. سلام عليكم.